اشتركوا في القناة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان من كتب السحر زعمت الشياطين أن سليمان حاز على هذا الملك العظيم لأنه كان ساحرا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فلما التبس الأمر على اليهود كان لابد من التفريق بين المعجزة والسحر فأرسل الله عز وجل الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه فتتهدم الأسر المستقرة ويتشرد الأطفال وتنتشر الرزيلة وتختفي الفضيلة فهل اليهود من مخرج بعد كل هذا أم لا مخرج لهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فتح الله عز وجل لليهود ولنا جميعا باب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى نغرغر باب عظيم يسمى باب التوبة باب نعود من خلاله إلى الله عز وجل فالله عز وجل له من صفات الجمال وصفات الجلال صفات الجمال كالرحمة والمغفرة والتوبة وصفات الجلال كالجبروت والانتقام من كل عاص ومرتكب للذنوب فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الغفور الودود الكريم التواب كما أنه عز وجل هو الجبار المنتقم المذل القوي فعلينا جميعا أن نطمع في صفات جماله وأن نخشى ونخاف من صفات جلاله ولو أن اليهود آمنوا حق الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وخافوا الله عز وجل وابتعدوا عن السحر المؤدي للكفر لأيقنوا وتأكدوا أن ثواب الله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه من السحر لو كانوا يعلمون حقا ويعملون بما يعلمون فعلم بلا عمل لا طائل ولا فائدة منه وإن كانت الآية الكريمة تخاطب اليهود ولكنها تخاطبنا أيضا فالعبرة بعموم اللظ لا بخصوص السبب وجمال الكرآن الكريم يأتي في أنه جمع بين الترهيب والترغيب فبعد أن بيّن الله عز وجل الأضرار المترتبة على اتباعهم للسحر بيّن لهم الفائدة المترتبة على الإيمان والتقوى وعلشان نقدر نفهم معنى لما ثوبتهم من عند الله خير تخيل معي لو والد حضرتك قالك سيب اللعبة دي لأخوك وانا حكفأك تفتكر المكفأة هتكون إيه؟ ممكن تكون لعبة تانية أو فسحة مثلا ولو قلتلك مثلا إن رئيس دولة طلب منك خدمة وقمت بيها على أتم وجه وحبي يكفأك ويدي الجايزة تفتكر هتكون الجايزة إيه؟ أصر؟ طيارة؟ فلوس؟ ولو أنك آمنت واتقيت فتوقع على ماذا سوف تحصل من ربك مهما تخيلت وتوقعت لن تصل لتصور لهذه المثوبة أتدري لماذا؟ قال الله تعالى أعددت العبادية الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واحد بيسأل ويقول الله مش لو دي بتفتح عمل الشيطان زي ما عرفنا في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لو المنه عنها هي لو اللي فيها اعتراض على قدر الله أو صغط على حكم الله كقول الكافرين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أما لو كأداة شرط وتمني فذكرت كثيرا في القرآن والسنة عندنا مثلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وعندنا كمان كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وحنلاقي في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره كلنا نعرف طبعا أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وإيمان بلا عمل لا طائل ولا فائدة منه أنشد أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فهل انتفع أبو طالب بعلم دون عمل فكما أن للإنسان حرية الاختيار في الدنيا ما بين الإيمان والكفر فالإنسان أيضا مجاز على اختياراته في الدنيا والآخرة وتأكد أن أي عمل صالح له فائدة ونفع يعود عليك في الدنيا والآخرة فالله عز وجل غفر لمن سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش وكثيرا ما أغضق الله عز وجل على بني إسرائيل بالنعم العظيمة التي لا تحصى ولا تعد فكان دوما التذكير بالنعمة وليس المنعم لأنهم قوم ماديون دنيويون ولك أن تتخيل لو حرمنا الله عز وجل من باب التوبة لازداد العصاء والمذنبون عتوا وإجراما وإفسادا في الأرض وخير ختام قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر